السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء الرابع للمجموعة العربية للوصول الحر في البداية احب اعرفكم بنفسي انا محمد مصطفى مسؤول المشاركة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط في مؤسسة داتا سايت في البداية وابلا ما ابدأ في اللقاء حابب اشكل الاستاذ الدكتور عبد الرحمن فراج والدكتور محمد الزلباني على اتاحة الفرصة لها النهاردة في التحدث في هذا اللقاء والتجمع الرابع للمجموعة العربية للوصول الحر فجزير الشكر لكم النقطة التانية بعتذر عن عدم تمكني من المشاركة بشكل مباشر نظرا لوجودي او حضوري لمؤتمر في دولة الهند في البداية ان شاء الله النهاردة هتكلم عن تمكين ممارسات البحوث المفتوحة وكيفية تعظيم الاستفادة من المستودعات المؤسسية باستخدام المعرفات الدائمة المحاول ان شاء الله اللي هتطرق ليها في اللقاء الخاص اه النهاردة هتكلم باذن الله عن المعرفات الدائمة تعرفها وانواحها المختلفة هنتطرق ايضا لمزيد من التفصيل عن معرفات الكينات اه الرقمية ويكون عندنا بعض الامثلة المختلفة بعدين هنتقل اه لداتا سايت مقدمة عن المؤسسة مبادرات والمشاريع الاستراتيجية اللي بنعمل عليها كمان جهدنا لربط وزيادة اكتشاف المخرجات البحثية في النهاية هتطرق الى البرنامج اسمه برنامج الوصول العالمي اللي اطلقنا وهتطرق الى المحاول الثلاثة الخاصة اه بالبرنامج وهننهي ببعض المعلومات عن عضوية مؤسسة داتا سايت في البداية خلينا نبدأ بالشق الاول من اللقاء وهي المعرفات الدائمة او المعرف الدائم او المرجع طويل الامد لمخرج بحثي او لشخص او مؤسسة بحثية او اي كيان اخر تستخدم المصطلح المعرف الدائم دائما في سياق الكيانات الرقمية او التي بالطبع يمكن الوصول اليها عبر الانترنت وفي العادة لا يكون هذا المعرف او دائم فقط ولكن ايضا يمكن القيام بمجموعة من الاوامر عليه مثل تحديث البيانات الوصفية وتحديث صفحة الوب او الانترنت التي يشير اليها هذا المعرف عند الحاجة وانا مرفق هنا مثال دي او اي او معرف كيان رقمي لداتا سيت او لمجموعة بيانات وده بيكون شكل الدي واي ولا بيكون شكل اللاندينج بيج اللي بيشير اليها هذا المعرف. يوجد ثلاث انواع اه من المعرفات الدائمة. يوجد معرفات دائمة يمكن ان تمنح للاشخاص. وعندنا اشهر معرف والمعرف الخاص بالبحثين الاكاديميين او الاكاديميك ريسيرشر وهو معرف اوركيج. عندنا معرفات دائمة ايضا يمكن ان تمنح للاماكن زي زي الجامعات والمراكز البحثية وأشهر معرف عندنا هو معرف عندنا أيضا النوع الثالث هو المعرفات التي يمكن أن تمنح للمخرجات البحثية والمصادر البحثية وأشهر معرف هو أو كما يعرف باللغة العربية بمعرف الكيان الرقمي هذا مثال لمعرف أوركيد الخاص بباحث أكاديمي وزي ما حضراتكم أكيد عارفين أوركيد بيتيح لك ريكورد أو سجل تدرف من خلاله تضيف التفاصيل عن المؤسسة التي تعمل فيها تضيف البيوغرافي أو السيرة الذاتية الخاصة بالباحث ويمكن أيضا للباحث أن يضيف أعماله أو سابقة أعماله من الأبحاث التي قام بنشرها في مثال آخر أو نوع آخر من المعرفات التي تكلمنا عنه هي المعرفات التي تمنح للمؤسسات البحثية زي الجامعات والمراكز البحثية وعندنا RORID فأنا أرفقت في هذا المثال الRORID الخاص بجامعة بنسويف في مصر النوع الثالث من المعرفات التي تكلمنا عنه هو الDigital Object Identifier التي يمنح للResearch Output خلينا نتفق في البداية أن الDUIs أو معرفات الكينات الرقمية يمكن أن تدعم طيف واسع من المخرجات البحثية على سبيل المثال في حالة مؤسستنا في Data Site الDigital Object Identifiers الخاصة بنا يمكن أن تدعم مجموعات البيانات البروتوكولز المرتبطة بالبحث السامبلز والإمجز الصور والعينات اللي بيتم جمعها خلال القيام بالعملية البحثية أيضاً الDUIs الخاصة بنا يمكن أن تدعم ما نسميه أو المؤلفات العامة زي الرسائل الجامعية أطروحات الدكتوراه التقارير أو الريبورتس التي تصدرها الجامعات أوراق المؤتمرات سواء كانت أديستراكت أو كانت فول تيكست الغير منشورة في دوريات وتم إلحة في مستوضع رقمي النيوز لترز اللي بنتكلم على النسخ الأولية من المجلات أكيد حضراتكم معرفين البري برينت هي النسخة الأولية من أي مقالة قبل إرسالها لأي نشر يمكن في معظم الأحيان يتم إلحة في المستوضع المؤسسي أو ما يعرف بالDiamond Open Access أو المصاري الأخضر للنشر بالوصول الحر وهو داعي النسخة الأولية من المقالة في المستوضع الرقمي فكل هذا الطيف الواسع من المؤلفات العامة أو الشاملة يمكن أن يتم منحه أو يحصل على Digital Object Identifier ده شكل أو شكل معرف الكيان الرقمي بيكون عبارة عن أو ده الشقة اللي بنسميه وعندنا الشقة التانية أو البادئة وده بيمنح من مؤسسة اسمها هي المؤسسة اللي بتدي أو رخصة للمؤسسات زي حتى تتمكن من إصدار هذه المعرفات وعندنا الصوفيكس وهو بيكون عبارة عن Identifier على حسب السيستم اللي حضرتك بتستخدمه من الجدير بتذكر هنا أن الـ DOIs مش معمولة عشان تكون Redable أو قابرة للقراءة هي معمولة عشان تكون Identifier بيساعد في ربط المخرجات البحثية المختلفة مع الأشخاص مع المؤسسات التي يعملوا بها أنا أرفقت هنا بعض الأمثلة لمعرفات كيانات رقمية على سبيل المثال ده معرف كيان رقمي أو DOI في Journal Articles ده مثال مهم وده أشهر صيغة متعرف عليها حتى في منطقتنا العربية لمعرفات الكيانات الرقمية أنها تستخدم مع Journal Articles حضرتكم لما نشرتوا مقالات سواء مع نشرين دوليين أو نشرين محليين في معظم الأحيان هذه الدوريات تحصل على DOIs أو هذه المقالات ترفق لمقالاتكم DOIs عندنا مثال آخر لمجموعات البيانات أو ال Data Sets أيضا ده مثال ل Data Sets مرفق معها DOI عندنا أيضا مثال آخر ل Software Code قام باحث بكتابة هذا الكود أو هذا السكريبت استخدمه في تنفيذ عملية البحثية وأرفق DOI مع هذا الكود أيضا يوجد مثال لإطرحات الماجستير والدكتوراه حيث يتم إداع DOI أيضا لهذه الإطرحات وده شيء مهم جدا وبيساهم في زيادة الانتشار لهذه ال DOIs أيضا شايفين أن الأرشفات الوطنية والصور يمكن أيضا أن تحصل على DOIs زي المثال اللي ظاهر أمام حضراتكم أيضا إحنا ب Data Sets عندنا مبادرة لتسجيل DOIs بالتعاون مع IGSN تسجيل العينات في مجالات الجيوفيزيكس أو في مجالات علوم النباتات والحشرات بيكون عند الباحثين في هذه المواقع البحثية مجموعة من العينات سواء كانت عينات فردية من السخور أو عينات جماعية من السخور من النباتات مواقع التجميع أيضا ممكن أن تحصل على DOIs العينات التالفة أو المهملة ممكن أيضا أن تحصل على DOIs حتى يتم الحفاظ على هذا السجل العلمي إحنا حابين نأكد على نقطة مهمة أن المقالات المنشورة في الدوريات الأكاديمية هي مجرد جزء واحد فقط من ما نسميه السجل العلمي أو سكولاري ريكورد ولكن ينبغي تسجيل أيضا كل المخرجات البحثية المختلفة بمعرفات كينات رقمية أو DOIs سواء كانت بروتوكولز بحثية أو سواء كانت مجموعات بيانات سواء كانت رسائل أو أطرحات ماجستير ودكتوراه سواء كانت برامج أو برمجيات أو أكواد تم استنسخها أو تخلقها خلال القيام بعملية بحثية مختلفة طيب السؤال المهم جدا ليه لماذا ما هي أهمية الحصول على DOIs لكل هذه المخرجات نقول أن الحصول على DOIs أو معرفات كينات رقمية لهذه المخرجات البحثية يساعد على تحسين استكشافها وانتشارها يساعد أيضا قابلية للاستشهاد بيزود القابلية للصيتيشن لهذه المخرجات يساعد أيضا على إعادة استخدامها طبعا حضرتكم عارفين أو إعادة استخدام الأبحاث العلمية ده شيء مهم جدا أنا وصلت البيونت معينة أنا باحث في مصر مثلا وصلت البيونت معينة في باحث آخر في الصين هيوصل البيونت للبحث التاعي يطلع عليه هيكمل بناء على النقطة اللي أنا وقفت عندها هو هيستكمل البحث التاعه فلازم البحث التاعي الديتا سيتس اللي أنا بنتجها تكون قابلة لإعادة الاستخدام أيضا استخدام الديجيتال اوبجيكت ايدينتيفيرز يساهم في تعزيز وتحقيق مبادئ الفير الفير برينسابلز بذات لما نتكلم في الصياق الخاص بالديتا سيتس باختصار شديد الفير برينسابلز هي مجموعة من المبادئ الحاكمة اللي تم صياغتها في العام 2016 وتهتف إلى تعزيز إعادة استخدام الديتا المنتجة في صياق الأبحاث العلمية أيضا شايفين حاليا حركة في بعض الدول المتقدمة لبناء استراتيجية وطنية للمعرفات الدائمة أو والهدف الأساسي لهذه الاستراتيجيات هو ربط كافة المخرجات البحثية المختلفة الريسيرش أو التبوت اللي تكلمنا عليها مع المؤسسات البحثية عن طريق مع الباحثين عن طريق الاركيد مع بنية النظام البحثي العالمي أو الـ 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 كل هذه المعرفات الدائمة مجتمعة بأنواعها المختلفة تساعد على إظهار المنتج الوطني لدولة معينة أو لمنطقة معينة ده مثال من الأستراليان ريسيرش داتا كومنز عاملين مجهود ممتاز في ربط أو صياغة ناشنال بيد استراتيجي في أستراليا وعندنا أيضا في بريطانيا مؤسسة جيسك اعتمد الاستراتيجية الوطنية الخاصة للمعرفات الدائمة في بريطانيا واعتمدوا على أوركيد أيديز كمعرف دائم للأشخاص اعتمدوا على كروسريف وهي مؤسسة صديقة لداتا سايت وتصدر معرفات كينات رقمية للدوريات وللمقالات المنشورة في السياق النشر الأكاديمي واعتمدوا أيضا على داتا سايت ديو ايز للطيف الواسع من المخرجات البحثية التي تكلمنا عنها اعتمدوا أيضا على جرانت والمنح تحصل الآن على ديو ايز اعتمدوا على ر او ار او تم عمل اعتمدية لر او ار اي ديز كأنه هو المعرف المعتمد للرسيرش زي الجامعات والمؤسسات البحثية اعتمدوا أيضا للبروجيكت او المشاريع البحثية انها تحصل على ر اي اي ريد اي ديز دا كان مقدمة بسيطة اتمنى انه لم يكنش طولت فيها عن المعرفات الدائمة واهمياتها الآن هتطرق الى داتا سايت في البنية للربح تأسسنا في العام 2009 ومقرنا الرئيسي في مدينة هانوفر في المانيا وعندنا فريق عمل ينتشر في مناطق مختلفة حول العالم احنا مجتمع داتا سايت كما بنحب نسميه داتا سايت كوميونيتي يشترك في مصلحة مشتركة الهدف الرئيسي لنا التأكد ان مخرجات البحث المختلفة وموارده متاحة بشكل مفتوح اوبن بمننا بنتكلم في اسبوع الوصول الحر الوبن اكسس ويك وايضا متصلة ليه عايزين نعزز استخدامها بشكل مفتوح وشكل متصل بحيث يمكن اعادة استخدامها هذه المعرفة عبر مختلف التخصصات وفي اوقات مختلفة سواء في وقتنا الحالي او حتى للاجيال القادمة كمجتمع في داتا سايت نهدف الى جعل البحث اكثر فاعلية المختلفة سواء من العينات او الصور الى النسخ الاولية او المطبوعات المسبقة من الابحاث من جانبنا في داتا سايت كمؤسسة ايضا نقوم بتمكين انشاء وادارة هذه المعرفات او بالتحديد بنتكلم على معرفات الكينات الرقمية او فنحن نوفر هذه المعرفات للمؤسسات والجامعات التي ترغب في الحصول عليها ونخلق ايضا خدمات لتحسين سير عمل البحوث وتسهيل اعادة اكتشاف الابحاث ومخرجات البحث وموارده المختلفة نحن ملتزمون ايضا بمبادئ انفتاح في وتحكم وتدفعنا مجتمع الاعضاء كمؤسسة غير هدفة للربح ايضا كل البيانات الوصفية التي نسجلها هي مفتوحة ونعتمد ايضا على برمجيات مفتوحة المصدر وندعم ونمكن اعضاءنا من تسجيل طيف واسع من مخرجاتهم البحثية نساعد ايضا في بناء الشفافية والثقة ونشجع التعاون عبر بينية نظام بحث مفتوح او ده سنابشوت او من المجتمع الخاص بدايتا سايت حاليا عندنا ما يقرب من 2900 مستودع رقمي حول العالم كنكتد معنا متصل معنا وبيستخدم خدمتنا عندنا 2800 عضو بنعمل في 52 دولة اعضاء من 52 دولة واصدرنا الى الان ما يقرب من 55 مليون داتا سايت ديو اي وبشكل عام بنعمل مع اكتر من 1400 جامعة ومؤسسة بحثية حول العالم عندنا ايضا في داتا سايت مجموعات توجيهية مختلفة مكونة من اعضاء نتخبهم من الجامعات التي تنضم الينا في مجموعة خاصة بالتكنولوجيا مجموعة خاصة بالبيانات الوصفية عندنا ايضا مجموعة خبراء اقليمية للشرق الاوسط واسيا واوروبا وعندنا مجموعة خاصة بالامريكتين والمحيط الهالي ايضا رودماب او خريط التطوير المنتج الخاصة بنا متاحة للجميع وعندنا ايضا ساعات نقاش وتدريب كل اسبوع ده سكرينشوت من المستودع الخاص بنا اللي سجلنا من خلالها خمسة وخمسين مليون وزي ما حضرتكم شايفين الالف وربعمائة مؤسسة بحثية اللي بتشترك معنا وتستخدم خدمتنا الى الان مسجلين ما يقرب من خمستاشر مليون ما يقرب من اربعة مليون صورة بحثية تم الحصول على ما يقرب من مليون او نسخ بحثة اولية ما يقرب من سبعمائة وعشرين الف ما يقرب من ربعمائة الف صفتوير كود تم كتابته في سياق بحثي او تطويره في سياق بحثي مسجل ومودع ففي طيف واسع من المخرجات البحثية اعضاءنا حول العالم في الاثنين وخمسين دولة بيسجلوها النقطة القديمة اللي هتكلم عنها هو ربط الابحاث او احنا كمان في داتا سايت منصة اسمها متاحة للجميع ومفتوحة من خلال هذه المنصة عاملين مع الخمسة وخمسين مليون ديو اي اللي اصدرناهم ونضيف كل شوية الجديدة التي نصدرها مع بعض القادمة من مؤسساتنا الصديقة ايضا عندنا مع المعرف الخاص بالباحثين عاملين مع المعرف الخاص بالمؤسسات الاكاديمية والانتجريشن مع بعض المستودعات المستكشفة بالتحديد الـ Data Repositories من خلال DataSite Commons يضر الباحث يحفر على DataSite معينة بنعرض كمان معلومات عن المؤلفين ومعلومات عن الـ Affiliations او الجامعات التي يعملوا بها الـ DUIs ايضا بتمكن وتعزز من زيادة قابلية الاستكشاف تزيد من قابلية في المستودعات او في قواعد البيانات المختلفة ده مثال هنا لداتا سيت مستكشفة في قاعدة بيانات جوجل داتا سيت سيرش ده مثال اخر مثلا من مستودع المؤسسي لجامعة الملك عبدالله احد اعضاءنا البيانات المودعة في هذا المستودع مستكشفة في قاعدة بيانات دايمينشا قاعدة عالمية وايضا استخدام الـ DUIs مع ربط مستودعك المؤسسي او الـ Institutional Repository القاسبك واستخدام الـ DUIs للمخرجات البحثية المخزنة او المودعة في هذا المستودع يساهم في زيادة قابلية اكتشاف هذا المحتوى في قاعد بيانات مختلفة وانا ارفقت هنا بعض الامثلة ايضا لدينا في داتا سيت بعض المبادرات الاستراتيجية الهمة وبنلعب دور فاعل في المجتمع الاكاديمي بشكل عام حاليا مع المجتمع بنطور مقييس للبيانات او داتا ماتريكس عايزين نقيس الـ Impact الخاص بالداتا سيت حضراتكم عارفين اكيد في طرق مختلفة لقياس الـ Impact او التأثير الخاص بالجونال ارتكيز المقالات المنشورة احنا حاليا بنحاول نطور ايضا مقييس للبيانات او للداتا سيت من خلال المبادرة اسمها ايضا ذكرت لحضراتكم رور اي دي الخاص بالمؤسسات البحثية نحن عضو مؤسس في هذه المبادرة لخلق سجلات معرفات خاصة بالمؤسسات الاكاديمية وايضا بندعم تطوير مبادرات اكتشاف المستودعات على سبيل المثال الريث ري داتا بروجيكت لاستكشاف المستودعات الخاصة بالبيانات ايضا في داتا سيت اطلقنا برنامج للوصول العالمي وهذا والمحور الاخير من اللقائي اتمنى اننا مكنش طولت على حضراتكم اطلقنا هذه المبادرة في فبراير من هذا العام 2023 عن طريق منحة حصلنا عليها من مؤسسة تشانزو كالبرجي انشيتيب الغرض الاساسي لنا نحن عايزين نزود الاعتماد العالمي للمعرفات الدائمة او ننكريز الجلوبال ادوكشن للبرزيستن ايدينتيفاير وعايزين ايضا نحسن المساواة والوصول الى البنية التحتية الخاصة بنا بالذات في مناطق الاقل تمثيلا حاليا افريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط واسيا واخذنا نهج شامل حتى نحقق هذا الهدف البرنامج الخاص بنا لديه ثلاث محاور محور خاص بالتوعية محور خاص بالبنية التحتية محور خاص بالتمويل من خلال المحور الاول الخاص بالتوعية او شغالين حاليا نحن نحل وعي في المنطقة العربية سواء ما بين المؤسسات الاكاديمية والجامعات او حتى الافراد باهمية الاستخدام المعرفات الدائمة حتى بكل انواحها وكنا بنتكلم على الادئية المستوى التوعية للأسف الشديد منخفض في منطقتنا العربية فاحنا حاليا من خلال لقاء مع حضراتكم والمشاركة هذه الفرص او بنحاول نبني فرص للتعاون فلو حضرتك في جمعتك او مؤسستك محتاج تعمل ندوة او وركشوب نتكلم فيها او نتواصل فيها مع جمعتك او مع اتحاد الجامعات الموجود في بلدك او في منطقتك ممكن طبعا تتواصل معنا ونساهم في عمل هذا الحدث حاليا ايضا شغالين على اتاحة مواد تعليمية باللغة العربية عن هذه المعرفات وبنستكشف زي ما قلت الحضراتكم فرص تعاون مع مؤسسات مختلفة بندرس اطلاق برنامج سفراء تطوعين لداتا سايت وحاليا ايضا بنعمل على دراسة او تقديم حالات او كيس للأعضاء الحاليين الموجودين من المنطقة العربية بحيث ان احنا نشرك هذه المعلومات او نشارك هذه المعلومات مع المجتمع العربي ده بعض الامثلة للويبنارز اللي بدأنا نعملها او الندوات اللي بدأنا نعملها زي ما حضرتكم شايفين بلغات مختلفة عربي اسباني انجليزي مناطق كمان مختلفة حاملوا العالم من افريقيا الاسيا للمنطقة الشرق الاوسط الشق الثاني من المحور هو البنية التحتية بنحاول نحلل المشهد الخاص بالبنية التحتية حاليا بنحاول ندرس كمان البنية التحتية بالخاصة بالservice providers بنحاول كمان نشوف المجموعات المحلية نحاول نبني مجموعات user groups تتناقش مع بعضها البعض وتقدر تتبادل الخبرات على سبيل المثال احنا هنصدر قريبا report اربعة reports او اربع تقارير منهم تقرير خاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال الافريقيا بنحاول ندرس في current infrastructure او ما هو عدد المستودعات الرقمية او المستودعات المؤسسية المستكشفة مستخدمين standardized data sources زي روار زي open door بنحاول نشوف كمان الintegration الogs data في المنطقة العربية كيف تستخدم هذه البرامج من حيث عدد المستودعات بنحاول كمان نشوف زي مورتل حضرتكم service providers او مزودي الخدمات نسبة استخدام dspace نسبة استخدام eprince بنحاول ندرس كل هذه النقاط المختلفة المحور الثالث والاخير من برنامجنا للوصول العالمي هو محور خاص للتمويل اطلقنا دعوة لتوفير دعم مالي للمؤسسات الجامعية البرنامج لتوفير دعم مالي لانشطة توعية انشطة توعية مختلفة وايضا لتطوير بنية تحتية لو في جمعة امؤسسة عايزة تطور institutional repository او مستودع مؤسسي خاص بها او حتى لو عندهم مستودع ومحسكين يطوروا ويحسنوا ممكن يتقدموا ويحصلوا على هذا التمويل البرنامج كان مفتوح من 1 سبتمبر الى 15 اكتوبر وتم غلق الطلبات لهذا العام استقبلنا ما يقرب بالمية وستين طلب من مختلف مناطق افريقيا والشرق الاوسط واسيا وامريكا اللاتينية وحاليا بنطلق بنعمل ان شاء الله على اطلاق دعوة للمانحين بحيث ان احنا نتمكن من اطلاق برنامج تمويل اخر منتصف عام 2024 في النهاية بخصوص عضوية data site او الاعضاء الحاليين من المنطقة العربية زي ما حضرتكم شايفين انا ارفقت بعض الامثلة من الاعضاء عندنا المركز الوطني البحث العلمي والتقني في المغرب عندنا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والتقنية في المملكة العربية السعودية كانت احد الجامعات الرائدة التي انضمت لنا في عام 2020 عندنا قطر الجامعة الامريكية في البحرين مركز الملك عبدالله لبقوث البترول فعندنا بعض الاعضاء من المنطقة العربية بس الغرض الاساسي لنا ان احنا نزود اعتماد او نزود الاعتمادية على الـ بحيث يمكن استخدامها وربط المخرجات المودعة في محسساتنا البحثية وفي مستودعاتنا البحثية بالتحديد مع الـ بخصوص عضوية الـ عندنا نموذجين للعضوية اول حاجة عضوية مباشرة جمعة معينة تتقدم بطلب للحصول على العضوية تقدر تدمج بعد حصولها العضوية مستودع او اثنين او حتى ثلاثة لو عندها ثلاث مستودعات مختلفة خلينا نفترض مستودع خاص بالاطروحات مستودع خاص اخر بالـ فلو في مثال كهذا في طريق للحصول على العضوية في طريق اخر ومستدام اكثر للعضوية وهو الانضمام تحوى التكوين تحالف او نسميه consortium membership فمجموعة من الجامعات في دولة معينة او حتى مجموعة من الجامعات في نطاق جغرافي معين لو كانوا مهتمين بعمل تحالف معين ويكون في مؤسسة تقود هذا التحالف او حتى جامعة معينة منهم ينتخبوها لقيارة هذا التحالف وتندرج تحتها كل الجامعات المختلفة المهتمة بربط مستودعاتها المؤسسية هذا الموديل او هذا النظام هو من الناحية المالية افضل بكثير لانه اصلا بيقدم فرصة افضل من الناحية المالية وهو ايضا من الشق الادوبشن او شق الاعتمادية بيسرع بشكل كبير في انضمام جامعات مختلفة للأسف الشديد ليس لدينا اي تحالف دي و اي في المنطقة العربية الى الان فلو اي جمعة من حضراتكم او تحالف جامعات في دولة معينة او تحالف جامعات في منطقة عربية معينة مهتمين بقيارة هذا التحالف ده هيكون شيء ممتاز لكم اطرق الحرية في التواصل معنا ان شاء الله وبنحاول نناقش الخطوات القادمة في النهاية بأكد على هذه النقطة السجل العلمي او الاسكلاري كورد الجونال ارتكل بيتم نشرها بعد عملية بحث طويلة بيكون الباحث من خلالها جمع مجموعات بيانات عمل سامبلز وعينات جمع ايضا او كتب كود معين فكل هذه المخرجات ينبغي الحصول على معرفات دائمة لها لماذا لان هذا بيحسن الاستكشاف والانتشار والوصول والقبيل الاستشهاد واعادة الاستخدام وايضا يساعد ويتساهم في تحسين صورة الجمعة هذه الجمعة في التصنيفات العالمية بحيث انها تظهر لديها مخرجات بحثية مختلفة ومستكشفة في قواعد بيانات عالمية طبعا في النهاية بدل حضرتكم تكونوا جزء من التغيير عن طريق تسديل دي و ايز لكل مخرجاتكم البحثية وتضمين ايضا بيانات وصفية كاملة او ريتش متا ديتا انفورميشن وتكونوا ايضا جزء من حركة دعم العلوم المفتوحة او ال اوبين ساينز بشكل عام في النهاية اتمنى ان انا مكونش طولتا على حضرتكم بدل حضرتكم للاشتراك معنا ان شاء الله يكون عندنا دورة مجانية او ندوة عبر الانترنت بننظمها كداتا سايد بالتعاون مع اوركيد بنناقش فيها البنية التحتية البحثية المفتوحة الاساسيات والمفاهيم هتكون ان شاء الله يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر في الساعة الوحيدة ظهرا بتوقيت مدينة دبي شكرا جزيلا لحضرتكم واتمنى ان انا مكنش طولتا على حضرتكم وجزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة وان شاء الله في حق الاميل بتاعي هيكون مرفق مع السلايد في حالة وجود اي اسئلة او استفسارات انا ان شاء الله سعيد جدا بالتواصل معاكم شكرا جزيلا لحضرتكم على هذا اللقاء جزيل الشكر